اشتركوا في القناة والآن إن شاء الله راح نبلش بشرح القواعد لان فعلنا ثلاث قواعد أساسية موجودة في هذه الوحدة إن شاء الله في درس اليوم راح نشرح أول قاعدة أول قاعدة اللي هي بتحكي عن التعبير عن العادات في المضارع وفي الماضي للتذكير الشرح كله إن شاء الله موجود على قناة اليوتيوب بشكل مجاني للفصل الأول كامل وأيضا ضروري تكونوا موجودين في مجموعات الواتساب عشان يوصلكوا كل الأشياء الجديدة بإضافة للدوسيات الامتحانات أوراق العمل الشروحات وكل شيء فخلونا نبلش على برقة الله زي ما احنا شايفين الوحدة الثالثة Influences التأثيرات الآن شرح القواعد وأول قاعدة اللي هي Past and Present Habits التعبير عن العادات في الماضي وفي المضارع الآن أنا عشان أعبر عن عادة هذه العادة بتصير في الوقت الحالي أو بتصير في الماضي في عندي مجموعة من الأشياء اللي ممكن أستخدمها للتعبير عن هذه العادات الآن أول شيء ممكن أستخدمه للتعبير عن العادات ممكن أستخدم المضارع المستمر أو الماضي المستمر بقولنا المضارع المستمر أو الماضي المستمر زائد كلمات زي Always, Constantly و Forever لاحظ هون كلمة Always تمام وConstantly و Forever هذول الكلمات فيه انتكرار وإحنا إذا بالذكرين بالوحدة الأولى لما شرحنا المضارع البسيط قلنا هاي الظروف اللي بتدل على التكرار هي بتدل على المضارع البسيط لأنه الحدث في المضارع البسيط حدث متكرر لكن هون ممكن أنا أستخدم هذه الكلمات ومن ضمنها Always التي تعني دائما بمعنى أن الحدث دائما بتكرر فممكن أستخدمها مع المضارع المستمر أو الماضي المستمر للتعبير عن إيش لحتى نتحدث عن عادة هذه العادة which is repeated more than usual يعني هذه العادة تتكرر أكثر من المعتاد which the speaker finds unexpected or annoying الآن لأنه هاي العادة تتكرر أكثر من الوضع الطبيعي وأكثر من المعتاد فبالتالي أنا لما أستخدم Always مع مضارع مستمر أو ماضي مستمر فأنا بقصد هون إنه هاي العادة أصبحت مزعجة تمام العادة بتتكرر كثير مزعجة والله لما تيجي مثلا تفوت على البيت تحكي أوف يزم أنت دائما بتصرخ لا هو مش دائما دائما بيصرخ لكن أنا هون ضفت دائما على الصراخ تمام ليش عشان أعبر عن إنزعاجي إنه أنا منزعج من هذه العادة منزعج من عادته إنه هو بيصرخ فهذا هو المقصود فإذن إحنا بنستخدم المضارع المستمر والماضي المستمر مع هذه الظروف Always constantly forever تمام عشان نحكي عن عادة هذه العادة بتتكرر أكثر من المعتاد وهاي العادة الشخص اللي بيحكي الجملة بيلاقيها إنها إشي غير متوقع أو مزعج مزعج لا ما ننتبه إلا شغلة ما ننتبه إذو دائما إحنا نحط الظرف هذا اللي هو Always constantly forever وين لازم نحطه؟ لازم نحطه بين الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي يعني بالمضارع المستمر إحنا شو التركيب عندنا؟ Am is r ing طيب وين أحط Always forever constantly؟ بحطهم بالنص ما بين Am is r وما بين ال ing بالنص مكانهم فهذا ما يميزها عن Always اللي بستخدمها في المضارع البسيط تمام؟ لأنه في المضارع البسيط إحنا بيكون عندنا الفاعل Always بعدين فراغ هون بستخدم مضارع بسيط بينما Always هاي جاي بالنص بين فراغين تمام؟ فراغ بستخدم فيه Am is r وفراغ بستخدم فيه ing فهاي للتفريق بيناتهم تمام؟ تمام لاحظوا مثلا She is تمام هون هاي اختصار لإز Always وهاي ال ing وين اجت Always؟ اجت بالنص بيناتهم She is always complaining about that with her هون هاي عادة في المضارع عادة في المضارع إنها دايما بتشكي تمام؟ دايما بتظلها تشكوا من إيش؟ من الطقس إذا حار يقول إيش والله الدنيا دائما حر هنا أو إذا برد إيش والله الجو دائما موت دائما برد كثير فهون هي دائما هي بتتشكون تمام دائما لاحظ الحدث هذا العادي هاي بتتكرر تمام هذه العادي تتكرر وأنا لما حكيت عنها الجملة أنا هون شو بعمل بعبر عن إنزعاجي إنها دائما بتشكي تمام إنه هاي العادي تبعتها تشكون هذا كثير هاي العادي تبعتها إيش مزعجة أنا لقيت إنه هاي العادي مزعجة عشان هي تستخدمت هذا هذه الصيغة اللي هي مبارع مستمر مع Always عشان أعبر إنه أنا منزعج أو إنه أنا مش متوقع هذا الشيء منها تمام مثلا She was تمام Forever arguing هون ال-ING هاي صيغة شو صيغة ماضي مستمر اللي هو was-ING حقيت بالنص forever هاي العادي هاي العادي في الماضي past إذن هاي عادي في الماضي تمام عادي في الماضي تمام أنا بعبر عنها إنه she was forever arguing with her parents يعني كانت دائما وبشكل مستمر إنها بتجادل أبوها وأمها when she was young عندما كانت صخيرة فلاحظ هون عندي فيرب 2 وهون عندي ماضي مستمر فإحنا لما نرجع لقاعدة الماضي المستمر اللي شرحناها بالوحدة الأولى واللي الشرح موجود على قناة اليوتيوب حكينا الماضي المستمر هو عبارة عن حدث كان مستمرا في الماضي أثناء حدوث حدث آخر صح؟ يعني صار في نفس الوقت حدث آخر الآن هذور الحدثين واحد بد يكون مستمر والثاني بد يكون ماضي بسيط فهي الماضي البسيط هاي موجود وهذا هون ماضي مستمر طيب أنا ليش استخدمت هذه الصيغة هون ضفت فور إفر بالنص طبعا بين واز وبين أرقوين عشان أعبر إنه هاي العادة تبعتها زمان تمام؟ يعني مرات تيجي نحكي مثلا والله كان عنده زمان عادة مزعجة شو هي العادة؟ إنه كانت دايما كانت دايما بظلها تجادل أبوها ومها ممكن هاتسا بطلت ممكن هاي العادة بطلت بس أنا هون حكيت الجملة عشان أعبر عن انزعاجي من هاي العادة اللي كانت عندها إنه هي كانت دايما تضلها كثير تناقش وتجادل أبوها ومها تمام؟ لما كانت صغيرة وضحت الفكرة فهذه أول صيغة للتعبير عن العادات في الماضي إني أستخدم مضارع مستمر أو ماضي مستمر مع هذه الكلمات اللي هي Always, Constantly أو Forever تمام الطريقة الثانية الطريقة الثانية للتعبير عن العادات إني ممكن أستخدم ويل أو ود زائد فعل مجرد ها انتبهوا ويل أو ود زائد فعل مجرد طيب بستخدم ويل زائد فعل مجرد هذا في إيش؟ في المضارع وبستخدم ود زائد فعل مجرد في الماضي فإذن أنا حسب عن شو بدي أحكي هل بدي أحكي بالمضارع ولا بدي أحكي بالماضي بالمضارع ويل زائد فعل مجرد بالماضي ود زائد فعل مجرد طيب لإيش هاي باستخدمها؟ هاي باستخدمها to talk about behavior عشان أحكي عن سلوك behavior which is typical or characteristics of the person يعني هذا السلوك أو هذا التصرف صار إشي نموذجي يعني إشي عادي إشي صار دائما بيعملوا هذا الشخص أو صار من صفات الشخص تمام؟ هاي من صفات الشخص نفسه they can describe both a pleasant and annoying habits فهون أنا ممكن أستخدم will أو would زاد فعل مجرد عشان أعبر عن إش أعبر عن عادة أو عادات إما عادات سارة أو عادات مزعجة تمام؟ مثلا she'll turn up she will تمام؟ turn up will زاد إش فعل مجرد infinitive لاحظ هون هاي في المضارع صح؟ في المضارع ممتاز she will turn up at 11 o'clock and act as nothing is wrong فهون هاي عادي في المضارع إنها إيش؟ إنها واللهي راجع الساعة 11 وبتتصرف وكأنه ما في إشي غلط فإذا هون أنا بعبر عن إيش؟ قاعد بعبر عن إنزعاجي أكيد مش مبسوط راجع الساعة 11 وبتتتصرف وكأنه إشي عادي ما في إشي غلط تمام؟ فإذا هون أنا قاعد بوصف عادة مزعجة عادة مزعجة تمام؟ هون we would spend the afternoons reading هاي عادي في الباست عشان هيك استخدمت would هاي اختصار لإيش؟ لود وبعدها spent اللي هو فعل مجرد طيب أنا هون شو بعبر؟ بعبر عن عادي حلوة عادي كويسة إنه كنا نمضي دائما ال afternoons يعني الأمسيات في القراءة فأنا هون بعبر عن عادي هاي العادي سارة أو عادي كويسة تمام؟ فإذا يا بعبر عن عادي كويسة يا بعبر عن عادي مزعجة أو سيئة الآن إذا بدأ عبر عنها في المضارع باستخدم would زال فعل مجرد إذا بدأ عبر عنها في الماضي باستخدم would زال فعل مجرد بس هاي كل السلافة طيب الطريقة البعديها الطريقة البعديها إنه we can introduce new topics يعني ممكن أن نقدم introduce يعني نعمل على تقديم مواضيع جديد new topics with used to use to إذن هاي use to ممكن استخدمها في تقديم مواضيع جديد إنه أمهد أقدم لموضوع جديد أمهد له وأقدم له تمام؟ and we don't need to specify time وإحنا بهاي الحالة لما نستخدم used to لسنا بحاجة إنه يعني أن نحدد الوقت مش بحاجة إنه إحنا يعني نحكي متى بالظبط الوقت الآن القاعدة هي كالتالي القاعدة هي عبارة عن used to زائد فعل إيش؟ زائد فعل مجرد used to زائد فعل مجرد بدي يكون تمام؟ إذن used to زائد فعل مجرد وهاي شو معناها؟ معناها كنت معتادا على يعني كنت متعود على إنه كذا وكذا كنت معتادا على طيب الآن هاي أنا بستخدمها used to زائد فعل مجرد عشان أعبر عن حالات الماضي أو أحداث في الماضي تمام؟ هذه الأحداث كانت متكررة في الماضي كنت متعود عليها الطريقة اللي بدي أستخدمها في التكوين ها بدي يكون في عندي بالأول فاعل تمام subject اللي هو فاعل بعدين used to زائد فعل مجرد بعدين المفعول به والتكمله الآن هذه في حالة إيش؟ الجملة إذا كانت مثبتة طيب إذا كانت الجملة منفية هون بدي أنتبث used to هاي في الماضي فالنفي تبعها اللي هو didn't use to لأنه بعد didn't لازم يجي فعل مجرد فبالتالي used to هاي بدي شيء منها الماضي يعني اللي هو ال-ed فأبدأ أرجحها للمجرد تبعها اللي هو use to plus infinitive طبعاً بعدين هالفعل المجرد بعدين المفعول به والتكمله لأن في حالة السؤال في حالة السؤال أنا أبدأ أبلش بdid بعدين الفاعل تمام؟ لها عن نفس قاعدة الماضي بعدين used to هذا عملتها used to أوكي؟ لازم عملها مجردة ليش؟ لأنه هون did بسبب وجود did لازم يكون الفعل هون مجرد وبسبب وجود used to برضو بعدها لازم يكون كمان الفعل مجرد لأنه بعد used to لازم يجي دائماً مجرد فإحنا هون في حالة السؤال وفي حالة النفي رجعنا used to للمجرد ليش؟ لأنه بعد didn't لازم استخدم بشكل عام فعل مجرد فعشان هيك رجعنا used to لفعل مجرد أيضاً في حالة السؤال بسبب وجود did لازم يكون الفعل فعل مجرد معناته used to هاي برجحها للمجرد يعني بشيل منها الماضي اللي هو ال-ed طيب فإذا أنا بستخدم used to عشان أعبر عن حالات ماضية هذه الحالات كانت متكررة بمعنى آخر كنت معتاداً على القيام بها طيب ممتاز يعني مثلاً I used to feel very negative about my job I used to feel لاحظ used to زاد فعل مجرد يعني كنت معتاداً على أن أشعر بشكل سلبي حول وظيفتي يعني كنت دايماً سلبي مش حاب الشغلي يعني مش حابه كثير وسلبي تجاهه فهاي عادة تمام عادة متكررة متى في الماضي فإذا أنا قاعد بعبر عن عادة متكررة في الماضي فاستخدمت used to زاد فعل مجرد at our old house في بيتنا القديم I used to spend a lot of time with my friends كنت معتاداً على أن أمضي برضو هاي عادة ها في الماضي ومتكررة يعني كان يتكرر هذا الموضوع عادة في الماضي متكررة يعني كنت كثير متعود أمضي وقت طويل مع أصدقائي تمام لعن في عنا هون ملاحظة أنه إحنا لما نستخدم used to مش بحاجة أنه نستخدم تعابير زمنية يعني عشان نحدد الوقت متى بالضبط صار الحدث مش بحاجة تمام يعني لما نستخدم used to وفي جداعي نستخدم تعابير زمنية حتى نحدد الوقت عشان هيك ممكن أن نستخدمها للتعبير عن مواضيع جديدة تمام ممكن أستخدم used to عشان أحكي عن مواضيع جديدة لأنه بالأول شو حكالنا بالأول حكالنا نحن نستخدمها to introduce تمام introduce new topics في تقديم مواضيع جديدة اوكي بقدم مواضيع جديدة باستخدام used to لأنه السبب لأنه أنا مش مضطر أستخدم معها أي تعابير زمنية حتى أحدد الوقت بالضبط مثلا I used to eat a lot of chips and burgers but now I eat healthy food not I'd eat الآن هون كنت متعود تمام هون قاعد أنا بقدم لموضوع جديد أنه أنا كنت معتاد على أن أكل الكثير من الـ chips and burgers ولكن الآن هاي العادة تمام هاي عبارة عن عادة هاي العادة مالها تغيرت صرت أكل إيش healthy food صرت أكل طعام صحي بطلت الطعام غير الصحي صرت أكل طعام صحي تمام تمام الآن بنستخدم would when the topic has been established الآن هون عشان نفرق ما بين used to و would هاي مهمة جدا used to أنا بقدم من خلالها موضوع جديد بس تخدم would لما يكون الموضوع خلص تم تقديمه وتم إنشاؤه هون بقدر أستخدم would زائد طبعا فعل مجرد when the topics has been established and we usually specify the time وهون أنا بحدد الوقت بالظبط بحدد متى صار الفعل بالظبط الفعل صار وخلص وقدمت له والفعل يعني تم إنشاؤه وهون بحدد وقت معين فبستخدم would يعني لازم يتحقق الشرطين هذول إذن would بستخدمها عندما يتم تحديد الموضوع الموضوع تحدد خلص وعادة نستخدمها في تحديد الوقت أو نستخدم في تحديد الوقت في الماضي بنستخدم would فبيكون إيش specify the time يعني بيكون الوقت محدد زي إيش my dad used to work nights هون بهاي الجملة أنا ما حددت الوقت اللي بيشتغل فيه أبوي هون أنا قدمت للموضوع ما حددت للموضوع إنه أبوي كان متعود تمام؟ إنه يشتغل في الليل ما حددت الوقت هون he would come home at 6 in the morning الآن هون أنا بما إني قدمت للموضوع خلاص الموضوع تم تحديده أوكي هون استخدمت would come لأنه الموضوع أولا تم تحديده ثنين لأنه تم تحديد الوقت هايوا at 6 in the morning فأنا حددت زمن معين فهون استخدمت would أوكي فإذن هاي عادة وهاي عادة تمام؟ الثنتين في الماضي استخدمت هون used to لأني بقدم للموضوع ولأني ما حددت الوقت استخدمت would هون تمام؟ لأنه الموضوع تم تحديده ولأنه هون في عندي وقت تم تحديد الوقت متى صار الحدث إنه كان يرجع البيت كان متعود يرجع البيت الساعة ستة فهذا كانت العادة عنده and we would have breakfast together لاحظ برضو استخدم would we would have breakfast together برضو نفس السبب تم تقديم الموضوع وتحديده بالأول وفي هناك تحديد للوقت اللي هو وقت الإفطار وقت الإفطار معروف يلا هو بين مثلا الستة للسبعة whatever then then he used to take used to take لاحظ used to زائد إيش فعل مجرد كان معتاجا used to take me to school إنه يأخذني على المدرسة أوكي؟ أوكي الآن هون هناك ملاحظة هذا الملاحظة مهمة إنه إيش إحنا ما بصير نستخدم would عشان نعبر عن الحالات اللي هي the state تمام the states في الماضي ما بصير أستخدم would عشان أعبر عن the states في الماضي الحالات في الماضي فهيش الملاحظة يعني ننتبهنا نفهمها أو نحفظها لأنه رح ننسأل عليها ف we don't use would to describe أو to talk about states in the past الحالات في الماضي ما بنستخدم would في التحدث عنها الآن معظم معظم النصوص يعني اللي بتكون تصف العادات اللي بتحكي عن العادات هي بتستخدم مزيج من هذه الأشكال اللي شفناها تمام؟ مزيج يا إما بستخدمه مضارع مستمر أو ماضي مستمر مع always forever constantly أو بستخدم used to أو بستخدم would أو مزيج منهم كلياتهم تمام؟ يعني عشان أعبر عن العادات ممكن أستخدم أي واحد منهم أو أخلط بيناتهم كلياتهم تمام؟ فهذه هم اللي أنا بستخدمهم للتعبير عن العادات في الماضي أو في المضارع خلونا نرجع شوي على هاي النقطة اللي هي نقطة state تمام؟ أو الحالات في الماضي هاي نحن نسميها past states يعني إيش؟ الحالات في الماضي طيب إيش يعني past states؟ لأن الحالات في الماضي جمعة الخير فهموها بهاي الطريقة الحالات في الماضي يعني شيء كان كنا متعودين نعمله أو كان هذا الشخص متعود أنه يعمله في الماضي وبطل يعمله إذن كانت عادة وبطل أوكي؟ هون بهاي الحالة بهاي الحالة أنا ما بستخدم would أنا شو بستخدم؟ بستخدم used to الآن بالوضع الطبيعي هون الused to high بستخدمها مع إيش؟ مع الأفعال the state verbs state verbs أفعال الحالة أو أفعال الجامدة زي أفعال lb زي الhave زي مثلا الأفعال الحواس أفعال المشاعر know مثلا smell taste see have إلى آخره تمام؟ فإذن هون تتوفر شغلتين إذا كان يعني past states اللي هي أحداث ماضية كنت متعود أعملها وبطلت تمام؟ وبستخدم هون فعل من أفعال state state verbs أوكي؟ لما يكون فعل من أفعال state verbs خلاص أنا مباشرة أعرف أن هاي عادة في لازم أستخدم فيها use to لأنه شيء كنت متعود أعمله وبطلت تمام؟ وضحت هاي النقطة طيب نروح على مجموعة من التمارين موجود عندنا في كتاب الطالب أو في كتاب التمارين على هذا الموضوع الآن في كتاب الطالب صفحة 31 تمارين ثمانية بيحكي لنا look at the sentences a to d and complete rules one to three with use to or would هون بديو أنا إيش نكمل؟ نكمل rules شي يعني rules؟ يعني قواعد تمام؟ نكمل القاعدة طيب مثلا إيه؟ بحكي لنا as a child لما كنت طفل I used to spend كنت متعود أن أمضي my week ends playing with my friends نهاية الأسبوع أظن أن ألعب مع أصدقائي we would play all day together كنا برضو متعودين نلعب طيلة اليوم مع بعضنا البعض الآن هون استخدمنا use to زاد فعل مجرد هناك استخدمنا would زاد فعل مجرد نروح على الرقم واحد we often use كذا to sit the scene إياها لم نستخدمها to sit the scene اللي هي يعني بمعنى آخر اللي هي to introduce introduce the topic تمام؟ هذه بنفس معنى introduce the topic إنه يعني أقدم للموضوع أبدأ بالموضوع يعني هون أبدأ بالمشهد أو أضع المشهد أوكي؟ فهون أنا حطيت المشهد الأولاني اللي هو لما كنت صغير كنت متعود أو لما كنت طفل كنت متعود أمضي الweekend وأنا بلعب مع أصدقائي هنا أنا عملت sit the scene فبالتالي هون يجب أن أستخدم use to لأنه إحنا حكينا من القاعدة الأولانية لما شرحنا قلنا use to باستخدمها to introduce the topic أو to sit the scene الثنتين بنفس المعنى and then وبعد ذلك when the time reference ها شو حكينا حكينا هون بعدين لما أنا خلص قدمت للموضوع بعدين حددت الوقت بالظبط أوكي؟ بصير أستخدم شو؟ بصير أستخدم would زائد فعل مجرد طبعا for other examples of past habitual behavior لا أيش السلوكات التي كنت معتاد عليها في الماضي we would play all day together أوكي؟ فكنا نلعب طغيلة اليوم مع بعضنا البعض فإذا لما أقدم الموضوع باستخدم use to لما خلص أنا قدمت و خلصت و أحدد الوقت باستخدم would زي ما شرحنا طيب we don't use كذا to describe a past state past state اللي قبل شوي كنا نحكي عنه اللي هو أفعال الحالة في الماضي إيش ما بنستخدم في وصفهم؟ ما بنستخدم إيش would في وصفهم we don't بحظو don't ما بنستخدم would في وصفهم زي ما حكينا الملاحظة اللي قبل شوي فإحنا بحالة past state نستخدم used to عشان نوصفهم number three we use to we use to talk about a past state أيوة إيش اللي مستخدموا لوصف past state اللي هو used to زي ما شرحنا قبل شوي used to زاد الفعال المجرد باستخدمها عشان أوصف past state الأفعال الحالي في الماضي بد يكون شيء كنت متعود أعمله في الماضي وبطلت وباستخدم فيه فعل من الأفعال الحالي زي be have إلى آخره or a situation that doesn't happen any longer هون نفس الكلام اللي محكين اللي هو موقف that doesn't happen any longer يعني بطل بطل يحدث خلاص بطل موجود كنت متعود أعمله وبطل خلاص بطل هذا الشيء يصير فهون أنا بستخدم used to طيب في عنا تمريم تسعة complete the short text with used to or would هون نكمل يا أما used to يا أما would طيب نشوف sometimes both are possible أحيانا الثنتين ممكن يعني محتمل أن يستخدمهم when he was younger لما كان صغير حمزة كذا play basketball هون أنا بقدم للموضوع فبدي أستخدم used to used to play فعنا هون ليش لأني ما هدت للموضوع قدمت للموضوع إنه حمزة كان متعود يلعب basketball هي فراغ be quiet tall شو استخدمنا هون be هذا be من إيش من state verbs فهون أنا بحكي عن حالة حالة ماضية إنه كان هو متعود يكون quiet tall for his age كان أطول يعني طوله أكبر من الأطفال اللي بعمره هاي شيء حالة ماضية تمام حالة كانت معه تصير معه في الماضي الآن هم مو كبروا وبجزء كلهم صار بنفس الطول بجزء بطلت هاي الشغلة لكن بهذاك الوقت لما كان يلعب كان هو أطول منهم كلياتهم فإذا هاي حالة past state past state فبستخدم فيها برضو used to to but then all the other boys caught up in fact his younger brother هو فراغ بيتني هو نفس الشيء حالة أنا باوصف حالة إنه أخوه تمام أخوه صغير اللي اللي used to be اللي كان تمام فهذاك الوقت يعني صغير أوكي is now quite a bit taller لاحظوا تغير هون كان معتاد هذا الشيء في الماضي وهون تغير صار ايش a bit taller than him صار اطول منه فهناك الحالة اللي باوصفها أنا في الماضي إنه كان أخوه صغير تمام قصير مثلا وحجمه على قده لكن هسا تغير الوضع صار شو صار اطول منه شفتو فإذا أنا باستخدم used to لوصف past state أوكي حالات في الماضي وهاي الحالة كانت موجودة يعني كنا متعودين أنها موجودة وحاليا بطلت موجودة الآن بطل صغير شو صار صار a bit taller than him صار اطول من حمزي صار اطول منه تمام حمزي فراغ بي برضه هون باوصف أنا state be the best player in the basketball team but now ولكنه الآن he prefers football هو يفضل كرة القدم إذن هاي عادة past state past state تحفظوها هاي past state تحفظوها وافهموها past state حالة في الماضي كانت موجودة والآن بطلت موجودة فبالتالي باستخدم فيها used to used to هاي باستخدمها في past state شيء كان موجود في الماضي والآن بطل موجود زمان كان هو شاطر كان أفضل لاعب بكرة السلة والآن بطل بطل يلعب سلة كسر الدف وبطل الغنى صار شو يعمل صار يلعب كرة قدم تمام فهاي برضو past state عشان هيك استخدمنا فيها used to واضحة؟ طيب في عنا هون سؤال critical thinking بيحكي لنا why is it important not to make fun of people يعني ليش مهم انه احنا ما نسخر من الناس بدك لين هذا المصطلح make fun of people يعني يسخر من الاخرين او من الناس هذا أخذناه بالحفظيات تبعت هاي الوحدة هون بسألنا ليش مهم انه احنا ما نسخر من الناس فانت هون بدك ايش اتفكر ليش مهم؟ اكيد مهم انه 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 انت ما بولك يش تعلق على الناس وتتخوث عليهم وتسخر منهم فمهم اكيد لكن السؤال ليش why اوكي فانت بدك تفكر تجمع افكارك ليش مهم انه احنا ما نسخر من الناس وتكتب ايجابة على هذا السؤال طبعا هذا السؤال هو بيحثك انك انت تفكر وتطلع افكار من عندك وتصيغها على شكل جملة فهذا السؤال ضروري جدا تعملوا وتبعثوا لي الاجابة اشوف كيف كتابتكو ان شاء الله انها تتحسن اول باول كثير طلاب وطالبات في البعثولي وماشاء الله كتابتهم رائعة جدا وبتتحسن مع مرور الوقت طيب نروح الان على كتاب التمرين صفحة 24 في عنا مجموعة من الاسئلة برضو على هاي القاعدة السؤال رقم واحد في هاي الصفحة صفحة 24 بيحكين لماد سنتنس one to seven with their meanings a to g فاذن بنوصل الجملة من واحد لسبعة مع المعنى من a to g طيب شوف الجملة الاولى شو بتحكي عماد was forever thrusting into tears لاحظ was thrusting وحط لي بالنص شو forever معتوا هاي والله عادة في الماضي وهون انا بعبر ان هاي العادة كانت عادة مزعجة تمام؟ انه عماد كان يجهش بالبكاء كثير زمانه بالماضي فاذا عادة يعني انا بعبر انها عادة سيئة او مزعجة طيب ممتاز هاي مع ايش بدي استخدمها او شو المعنى تبعها المعنى تبعها اللي هو an unknowing repeated habit in the past اللي هو نفس المعنى اللي كنت حدث عنه الان في الشرح اللي هو عبارة عن عادة تمام متكررة مزعجة وين في الماضي عادة متكررة مزعجة في الماضي ليش؟ لان هون استخدم forever واستخدمها مع past continuous اللي هو الاستخدام الاول او القاعدة الاولى اللي حكيناها في هذه القاعدة اللي هي habits العادات two اسمة is constantly showing off استخدم مضارع مستمر ومع مين؟ مع constantly أيوه برضو هاي بنفس الشيء هون عادة متكررة ومزعجة بس وين؟ بس في المضارع طيب وين هذا الكلام؟ هذا الكلام في جي تمام؟ اللي هي an annoying repeated habit in the present عادة متكررة مزعجة وين في المضارع اللي هو على الاستخدام اللي شرحناه في بداية الدرس ممتاز ممتاز three لبنا will forget to take hair contact lenses out هون شو استخدم؟ استخدم will forget طبعا هاي will forget شو حكينا عنها؟ حكينا عنها انها نستخدمها لوصف يعني الخصائص الشخصية تمام؟ هون لبنا نسيت هي يعني هون احنا نحكي انه عندها عادة انها بتنسى تمام؟ بتنسى فهاي اللي وصف ايش؟ يعني خصائص شخصية بالشخص ويعني كعادي في هذا الشخص فهون احنا منوصف مع بي اللي هي typical characteristic of a person يعني مواصفات نموذجية مواصفات عادة في هذا الشخص عادي فيه انه بظل ينسى او تنسى اللي هي لبنا my uncle would always take me swimming would always take تمام؟ استخدم will take في الماضي هاي لا ايش انا بستخدمها؟ هاي بستخدمها تمام؟ عشان احكي عن ايش؟ عشان احكي عن عادة هذه العادة متكررة تمام؟ ومتكررين في الماضي ولكن هاي العادة مش يعني حالة من حالات الماضي اللي هو يعني نستخدم فيها افعال الحالة عشان احكي احنا استخدمنا would would واستخدمنا هون الفعل take الفعل take مش من افعال state verbs اوكي؟ وهذه ليست حالة في الماضي بمعنى اخر انها حالة كان متعود عليها وبطل لا هاي حالة مش كان متعود عليها وبطل لا كانت متكررة في الماضي كانت متكررة هذه العادة انه كان عمي دائما بشكل متكرر يخذني معه على الاسباحة فهاي ايش؟ هاي مع F هون F وهو خطأ مطبعين مفروض ننزلها تحت خمسة I used to love لاحظوا used to وبعدها love هذا love شو ما له؟ بتذكرين love لوما شرحنا المضارع المستمر قلنا love من افعال state state verbs هذورا لهم افعال جامدة افعال الحالة بيسموهم تمام؟ هذول افعال ما بيجي معهم ING إذا ما تذكرين بالمضارع المستمر بالوحدة الأولى I used to love winding my brother up فإذا هذا استخدمنا هون مع مع ايش؟ مع past state طيب وين هذا الكلام؟ هذا الكلام اللي هو هون في ايه؟ A past state شايفينه؟ A past state or action which no longer exist لم يعد موجودا هذا الشيء بطل كان عادي وبطل تمام؟ لاني استخدمت used to مع فعل من افعال الحالة ستة We watched that show every day We watched that show every week الآن هون استخدمنا ايش؟ verb two استخدمنا verb two طيب أنا هون عشو بدي احكي؟ بدي احكي عن شيء كان متكررا ها كان متكررا في يعني كل اسبوع انه عملية المشاهدة مشاهدة هذا الشو هذا العرض فإذا هو عبارة عن repeated past action or state it might still happen in the present يعني هذا الشيء اللي هي A انه كان عبارة عن حدث ماضي متكرر هذا كان بالماضي وكان متكرر كل اسبوع كل اسبوع اني اتفرج عليه لكن هذا الحدث ممكن انه بعده موجود في الوقت الحالي ممكن اني بعدني في الوقت الحالي بتفرج عليه إذن لما استخدم verb two هون مع ظرف تكراري بمعنى آخر انه هاي عادة كنت انا بعملها بشكل متكرر زمان وممكن اني بعدني بعملها هسا هذا المقصود 7 آخر شيء you always miss about in class you always miss about in class اللي هي عبارة عن repeated action in the present repeated action in the present اللي هو استخدام المضارع البسيط تمام؟ مع ظرف تكراري هنا always وبعدها اللي هي verb one مضارع بسيط هذا عشان احكي عن repeated action وهذا هو استخدام المضارع البسيط اللي هو symbol present الاستخدام الرئيسي له للsimple present اذا ما ذكرين شرحناه بالوحدة الاولى انه اول واهم استخدام للأحداث المتكررة وهون هذا الحدث متكرر ظرف تكراري اللي هو always مع verb one فبالتالي انا بدي افرق هون always حكيتها ببداية الشرح انه اذا كان عندي فاعل بعدين always تمام؟ بهذا الشكل بعدين فراغ هون بدي استخدم اللي هو مضارع بسيط هذا بعبر عن انه الحدث متكرر في المضارع تمام؟ اللي هو repeated action in the present حدث متكرر في المضارع اذا كان عندي بهذا الشكل اللي هو فاعل بعدين فراغ بعدين always بعدين فراغ بهذا الشكل بهذا الترتيب تمام؟ هون انا شو بدي استخدم؟ بدي استخدم في الفراغ الاول اما am is are was where وهون ing هاي الصيغة اللي هي للتعبير عن عادة في الماضي او في المضارع عادة متكررة مزعجة اللي هو الاستخدام اللي شرحناه اول استخدام اللي هو باستخدم انا always او forever او constantly مع مضارع مستمر او ماضي مستمر عشان اعبر عن ايش؟ اعبر عن عادة كانت موجودة في الماضي او في المضارع وهي عادة مزعجة انا شايفها مزعجة فاذن هون يا باستخدم am او is او are مضارع بسيط او was او where وهون ing حسب عادة العادة والجملة بشوف انا هو بحكي بالمضارع ولا في الماضي فهاي انتقولها طيب مروع على exercise 2 complete the many conversations with the correct present or past continuous forms او form الان نكمل هذه المحادثة القصيرة بالافعال المضارعة او الماضي المستمر الصحيحة فالان هون بدي انا استخدم مضارع او ماضي مستمر ممتاز طيب همت have you fallen out with your sister to be honest my sister and i are always falling out استخدمنا always fall out استخدمنا مضارع مستمر زي ما احنا شايفين طيب هلا شو بتحكي why did amani lose فايها بتسأل بايش قاعدة بتسأل في الماضي في الباست فاكيد فاطمة لما تجاوبها بتتجاوبها في الماضي معناته هون انا بدي اصيغ الفعل في الماضي شي بتاخذ was وبعدين بدي احط الظرف التكراري هذا تمام constantly باستخدمتها في الماضي المستمر late بيكون هون ماضي برضو هاد دليل اخر السؤال في الماضي الجواب في الماضي وايضا هون عندي ماضي فكلها يعني اتجمعت مع بعض طيب حسام شو بسأل بحكي why don't you like the twins ليش انت ما بتحب التوائم والله انا بحبهم شخصيا التوائم يعني الله يرزق الجميع التوائم حلوين فبسأل هو بايش بسأل في المضارع don't you like the twins بسأل في المضارع معتوا انا بدي اجاوب كمان اسامة هم بدي اجاوب في المضارع بيقول لي جاوب باستخدام forever talk they تاخذ are لانه هون باستخدم مضارع مستمر they are بعدين بحط forever بعدين ايش talk بعملها ing بصير ايش talking they are forever talking behind people's backs اوكي تمام مازن why did مازن بسأل في الماضي معتوا بدي اجاوب في الماضي حتما because they were تمام constantly هاي بحطها بالنص زي ما حكينا مكانها بالنص بعدين injured بعملها ing بصير they are injuring اوكي اوكي ممتاز تمام طيح روح على نمبر ثري قبلي ذا سنتنسي with the correct forms of used to or with هون بدي انا استخدم ايش اما used to او with زي ما شرحنا قبل قليل طيح when we were young عندما كنا صغارا my sister and i used to share فهون انا قدمت للموضوع used to share a bedroom فكانوا بتشاركوا نفس الغرفة ممتاز how for i stay in touch with your friends before you got your first phone يعني قبل انت ما تحصل على اول تليفون كيف كنت stay in touch تبقى على تواصل بذكرين هاي ستين touch بالوحدة الاولى تبقى على تواصل مع اصدقائك قبل ما يكون عندك تليفون طيح هون بدي اسأل ايش بسأل في الماضي before you got verb 2 مع انتوا انا بدي اسأل هون في الماضي تمام عادة في الماضي عادة كانت موجودة وبطلت كنت يعني كيف انت كنت متعود تتصل او تتواصل مع اصدقائك تبقى اتواصل معهم قبل ما يخترعوا التليفونات بطل هذا الشيء موجود والان في تليفونات بتتواصل معهم في العادة بطلت ممتاز طيب هون انا بدي اسأل الفعل stay ممتاز هون بدي اعمل السؤال في الماضي عشان اعمله في الماضي لازم استخدم did ايوه طبعا هون بدي انا ما بقدرش استخدمها بدي استخدم use to how did you how did you how did you use to وبعدين بحط stay اللي هي فعل مجرد how did you use to stay in touch تمام تمام ثري my brother was the baby of the family اخوي كان ماضي كان هو الطفل المدلل للعائلة and everybody وكل واحد تمام كل شخص يعني بالعيلة make a big fuss of him اوكي هون بدي انا استخدم الفعل make طيب هون هاي عادة في الماضي عن اخو اوكي طيب هون شو ممكن استخدم هون ممكن على الجهتين بصبت استخدم use to used to make او استخدم would make would make لانه هون انا ما بعبر عن state ما بعبرش عن حاله تمام فالجهتين بصبت تمام طيب number four when i was young لما كنت صغير i i not think i would ever become an adult not think شايفين think think هذا شو الفعل فعل state مذكرين state verbs تمام اضلاب الوحدة الاولى state verb قلنا هذا ما بقدر استخدم معه ing ذا مذكرين الا اذا يجي بعده off about هذا كله وحدة اولى مضارع مستمر ومضارع بسيط طيب بمعنى state فانا بعبر قاعد عن state شو اللي بستخدمها في التعبير عن state used to معناة i طبعا هو بدي يعني ايش عملها من في من في معناة didn't didn't use to وبعدها ايش think used to think i would ever become an adult يعني لم اكن معتدا على التفكير باني سوف اصبح بالغا 5 .. wlnale was younger لما كانت شابة صغيرة شي فراغ صدلي start crying for no reason كانت تبدأ بي البكاء بدون سبب بدون سبب وما لا لستارت هذا ليس حالي مش 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 من افعال state past state فأنهون state x هذا ليس من افعال الحالي فبالتالي على الجهتين بزبط أستخدم used to أو أستخدم wood تمام؟ معنى تريبا أقول used to أو wood بعدين suddenly بعدين إيش start start أوكي used to suddenly start أو would suddenly start تمام؟ تمام فهذا التمرين اللي هو تمرين رقم ثلاث طيب ننزل لتحت شوية في عنا تمرين رقم أربعة بحكي لنا تمرين أربعة بحكي made sentences one to four with responses a to d then complete the responses with will want or would wouldn't فإذا إحنا عنا جمل أربع جمل وفي عنا يعني responses تمام؟ يعني زي جواب على هذه الجملة أو رد على هذه الجملة بنوصل كل جملة مع الرد المناسب وأيضا نستخدم في الفراغات will أو want أو would أو wouldn't مضارع ماضي حسب الجملة number one my parents don't let my brother use their car لاحظوا الجملة في المضارع صح؟ ما بيخلوا أخوي يستخدم السيارة طيب إيش الجملة المناسب لإستخدام السيارة؟ اللي هي الجملة d تمام؟ فهاي منوصلها مع d اللي هو لأنه يقود السيارة بسرعة تمام؟ ممتاز لعني ببعين هالجملة في المضارع معاته أيضا هم بيستخدم will أو want تبعات المضارع طيب will he will go مش want أكيد will go إنه هو يعني متعود يروح يقود السيارة إيش بسرعة whenever he drives عندما يقود تمام؟ تمام two جميل is thinking of traveling لاحظوا برضو مضارع is thinking of لاحظوا هون thinking بفنالها ing لأنه في بعديها off مباكرين هذا الكلام؟ لأنه أصلا think هي من state verbs ولكن هون لأنه يجى بعديها off فعاندي ضفنالها ing فجميل is thinking of traveling again طيب جميل مفكر أنه يسافر طيب هون منكملها مع a واستخدمنا want yes will he won't stay in one place for more than a few months يعني ما بيظل بمكان واحد يعني فترة طويلة طيب three I never really believed believed يعني ما كنت ما اعتقدت anything he said ما فكرت ما آمنت بشيء اللي قاله أوكي طيب معاته هون قاعد باستخدم ايش؟ باستخدم ماضي past هذه الجملة في الماضي معناته ما باستخدم انا هون will or want باستخدم would or wouldn't نشوف الخيار الصحيح ايش ممكن نستخدم ضل عندنا b وضل عندنا c تمام؟ لاحظ هيجو بحكي لك that's not surprising هذا يعني مش مدهش هي فراغ tell the most ridiculous stories يعني هو القصص القصص اللي بيحكيها تمام؟ يعني بمعنى آخر انها يعني مش مقنعة يعني ما فانت حقك انك انت مش لا تؤمن أو مش مصدق الكلام اللي بيحكيه ممتاز الآن he would or wouldn't tell اكيد would يعني هو متعود يظل تصوري في سواليف مش صحيح for lama is hearing is getting really bad lama lama is hearing is getting لاحظوا is getting هذا مضارع مستمر معتها الجملة في المضارع سمعها سمع lama سمع سمع تبعها صار ايش سيئ طيب هاي شو ضل؟ ضل بي will she will keep listening to loud the music لأنها دائما هي بظلها تسمع للموسيقى العالية فهون بدي استخدم ايش؟ بدي استخدم will she will keep listening يعني هي متعود يظلها تسمع للموسيقى بصوت مرتفع تمام؟ نمبر 5 بحكين لها complete the mini conversation with one word or a contraction in each gap تمام لان في عنا اكثر من فراغ اوكي هذا الفراغ مش موجود تمام هو هون الحال used to موجودة اصلا هي عندكو بالكتاب لان هذه هي مفروض رقم واحد وهون رقم اثنين والتكملة طيب لان في رقم واحد عدنان شو بيحكي did you used to walk to school when you were little لما كنت صغير كنت متعود تروح ماشي عالمدرسة شو بيحكي هاني؟ نو ما كان متعود روح ماشي my mom always give me a lift كانت امه تظلها ايش؟ تظلها توديه عالمدرسة يعني تأمل له توصيله فهون my mom would always give me لانه هون مش state فعادي بستخدم mode my sisters used to argue كانت تظلها جادل اخوات هيظلني جادلين كثير في الماضي وهون شو عندي used to but these days they are falling off لاحظون but معناته هذول الجملتين الاولى مع الثانية عكس بعض معناته هون اخواتها بالزمان ما كان اني جادلين يعني didn't used to didn't used to لكن شو اللي صار؟ تغير الامر صار الage these days في هذي الايام they are falling هون حاط اللي are وحاط اللي ing بالنص شو بدي استخدم؟ بدي استخدم yeah always تمام؟ yeah forever yeah constantly أي واحدة فيهن عادي تمام؟ هذول انا شو باستخدمين؟ باستخدمين عشان اعبر انه هاي العادة مزعجة الآن تمام؟ طبعا الآن ليش؟ لانه هو استخدم قاعد مضارع فالعادي مزعجة الآن انا منزعج من عادتهن الآن انهن كثير يعني صارني كثير ايجاد ليس زي زمان زمان ما كانش هبا it's the same for me نفس الاشي بالنسبة الي اي فراغ always the piece maker شوفوا هاي piece maker من حفظيات هذه الوحدة انه انا لطالما كنت صانع السلام in our household اوكي فهون انا شو بدي استخدم؟ هبا كانت الصانعة السلام I am always هون شو باستخدم قاعد انا؟ باستخدم مضارع بسيط عشان احكي هذا الحدث حدث متكرر بشكل دائم فاستخدمت هون always لاحظوا بعد always ما فيش عندي فعل ثاني فهون باستخدم عشان مضارع بسيط مضارع بسيط I am always the piece maker in our household for طبعا هون في ناس ممكن يسألوني استاذ انت حكيت قبل شوي انه بيجي فاعل always طيب هون في حالة am و is or عادي ممكن لانه ال I تيجي بعد ال am I ما بصير احكي I always am I am always أو he is always أو they are always هاي في حالة افعال ال B فيعني بتيجي قبل always تمام طيب عامر why for are you always shouting لاحظوا shouting و always هاي شو بتذكركم بتذكركم زي هاي تمام زي هاي اوكي اللي هي عادات مزعجة اوكي طيب لان انا بدي احدد هل هاي العادة المزعجة هل هي بالمضارع ولا بالماضي لان هون عندي النقص am is or was where لان هون عندي ing هون عندي always وحكينا هاي بستخدمها للعادة لما تكون مزعجة في الماضي او في المضارع هون انا بدي اعرف هل هو ماضي ولا مضارع كيف بدي اعرف من الجواب شو جاوبها جميل جاوبها because you annoy me ليش بتصرق علي لانك لانك بتزعجني لانك بتزعجني هذا annoy verb one معناته هاي العادة متى في المضارع في المضارع معاته هاي بدي استخدم am is r الفاعل you جمع معاته بدي استخدم r ممتاز عامر you didn't فراغ to lose your timber لاحظوا lose your timber هذا مصطلح حكينا عنه مهم من المصطلحات في هاي الوحدة يفقد اعصابه فانت you didn't فراغ to lose your timber يعني انت ما كنت متعود انك تفقد اعصابك لاحظوا didn't وهون to موجودات شو ضل عندي use you didn't use to lose your timber هذا lose اللي هو فعل مجرب so often جميل that's because you were constantly winding me تمام اه فانت يعني هون هذا كله يعني حوار متكامل بين عامر وجميل عامر بيقول له انت ليش الان سايد تصرق علي كثير في هذا الوقت بيقول له انك بتزعجني طب انت ليش ما كنت ما كنت زمان يعني تفقد اعصابك بهذا الشكل بيقول له انه زمان that's because you weren't constantly winding me لانه زمان انت ما كنت تضايقني وتزعجني فهون ماضي معناته لانه هون جاوبوا في الماضي او بيحكي عن الماضي معناته هون you تاخد where وهي where من عملها not you weren't constantly winding me لم تكن يعني اضايقني تزعجني ادخليني افقد اعصابي طب فعنا اكسرسايز 6 هون choose all the correct forms to complete the text sometimes more than one answer is correct الان نكمل هذا النص احيانا ممكن اكثر من جواب يكون محتمل I didn't do لاحظوا ماضي I didn't do well at school ما عملت كويس في المدرسة My concentration span تمام تركيزي very short تركيزي قصير تركيزي قصير هون ايش هذا ايش هذا state تمام هون state فلاحظوا عندي بالخيارات في عندي be be was هذا state تمام فعل من افعال state verbs طيب معناته would be هاي بقدرش استخدمها في ال state شو ممكن استخدم ممكن استخدم used to be very short او ممكن استخدم was very short ممتاز and I was constantly getting راحظوا getting و was و بالنص constantly عادي مزعجة في الماضي I was constantly getting into trouble for not listening I often فراغ bored in class يعني انا غالبا بمل بالصف بتمل بالصف طيب هون بقول لك استخدم الفعل feel يشعر تمام الفعل feel هل would feel ولا felt ولا used to feel هون شو من استخدم من استخدم felt ومن استخدم used to feel ليش؟ لانه الفعل feel فعل من افعال الحواس يشعر تمام من افعال الحواس هذا state state باستخدم معه used to باستخدمش would three بحكي لي I فراغ out of the window all the time يعني كنت اظنى اطلع من الشباك او احدق بالشباك احدق بالخارج بالشباك طيلة الوقت طيلة الوقت طيلة الوقت فهون بستخدم قاعد الفعل stare stare بمعنى يعني ينظر او يحدق staring هون شو ممكن استخدم؟ هون ممكن استخدم would stare تمام اوكي would stare او ممكن استخدم used to stare لانه هذا الفعل مش ايش مش من افعال الحالة ليس من افعال الحالة فممكن استخدم used to او would الجهتين بزبط number four I فراغ listen to what the teacher was saying او انا كنت اظنى اطلع بالشباك برا اوكي و كذا فاستمع الى المدرس وقاعد بيحكي شو كنت اعمل معنات هنا didn't listen ولا wouldn't ولا didn't use to listen كلهن كلهن بزبط didn't listen ما كنت اسمع للمدرس تمام لاحظوا هون found verb two معناته هون برضو بدي استخدم ماضي فdidn't لا didn't ماضي wouldn't listen ابن didn't use to listen ماضي فكل هنالأحداث بالماضي أنا ما كنت أسمع ما كنت متعود أسمع يعني كله يعتم بزبطن طيب آخر واحدة one time I for a sleep in test مرة من المرات نمت أو يعني دخلت بالنوم في امتحان غلبني النعاس أو غلبني النوم في الاختبار فهل بس تخدم a fill ولا used to fall ولا would fall أكيد fill في الماضي one time I fell asleep مش أني كنت متعود هاي مش عادة هاي صارت مرة في الماضي مرة في الماضي وبس مرة one time مرة بس وحدة إذن هي مش عادة فبالتالي ما بستخدم لا used to ولا would بستخدم ماضي بسيط لأن هذا شيء حدث في الماضي وانتهى لمرة واحدة تمام؟ تمام لأن آخر شيء هون في عنا بتمرين سبعة في عنا سؤال هذا السؤال بطلب مننا نكتب فقرة هذه الفقرة شما نعمل فيها؟ comparing your English language skills يعني أن تقارن تقارن تمام؟ مهارات مهاراتك في اللغة الإنجليزية as a beginner كمبتدئ مش تقروها مبتدئ عربي لا كمبتدئ كشخص مبتدئ with your current abilities مع قدراتك الحالية فإذا أنت بدك تقارن مهاراتك في اللغة الإنجليزية كمبتدئ زمان لما كنت مبتدئ مع إيش؟ مع قدراتك في الوقت الحالي طيب عشان تعمل هذه المقارنة تقارن مهاراتك زمان كيف كنت باللغة الإنجليزية وكيف هسه ما شاء الله تطورت وصرت ما شاء الله تحفظ حفظيات ومصطلحات وتقرأ قطع وقواعد كثير ما شاء الله يعني صرته متقدمين في اللغة الإنجليزية فأنت هون بدك تقارن بين زمان لما كنت مبتدئ وانت صغير مع حسها قدراتك في الوقت الحالي طيب شو بكتستخدموا بكتستخدموا الستركترز تمام من هذه المسطلحات اللي هي إيش اللي هي إيش؟ الباست ومع الماضية ومع الماضية هابتز شو ما نستخدم؟ نستخدم المصطلحات اللي تعلمناها في هذا الدرس اللي هي التعبير عن العادات بين الماضي والمبارع كتعبره عن هاي العادة اللي هي مهاراتك شلون كنت وشلون صرت شو اللي تغير عليك فإذا بدك تستخدم المصطلحات اللي تعلمناها هون am is are was where بعدين always forever constantly ing أو used to أو would مثلا كل هذور ممكن يستخدمين أو will أو want أو طبعا would wouldn't إلى آخر هي تزايد طبعا دائما بعدين فعل مجرد فإذا كتستخدم هذه الصيغ اللي تعلمناها في هذا الدرس عشان تكتب هذه الفقرة بالأول بتطلع أفكار بعدين بتبلش تصيغ هذه الأفكار وتستخدم تستخدم الصيغ اللي تعلمناها في درس اليوم زي ما شفتوا درس طويل لأن الأسئلة عليه طويلة طبعا كثير منكم ناس بعثوا لي أستاذ ياريت لو تحللنا كل الأسئلة الموجودة هو صراحة الأسئلة لازم تكون لازم أنتوا تتدربوا عليها لازم أنتوا تضلكوا دائما تحلوا تتدربوا عشان تفهموا الفكرة أكثر فأنا دائما بنصحكم أنه الموضوع دائما قائم على التدريب ظلك حل الأسئلة قد ما تقدر عشان تترسخ الفكرة في بالك لأننا نحن حلينا كل الأسئلة الموجودة في الكتابين على هذه القاعدة إن شاء الله حلناهم إن شاء الله يكونوا كلتهم مفهومين لكم وتكون القاعدة كلها مفهومة وسهلة وبسيطة هيا كما نكون خلصنا أوبا القاعدة في هذه الوحدة إن شاء الله في الدرس القادم رح نشرح القاعدة الثانية إلى ذلك الحين ألتقي معكم على كل خير الله أعطيك العافية اشتركوا في القناة